اشتركوا في القناة وجزيرة فيلكا تراثهما الحضاري الخاص وكانا يتمتعان بساعة من العيش بحكم موقعهما على الخليج العربي الذي كان همزر وصل بين ممالك العالم القديم ومركز تجمع وتوزيع لحضارات مختلفة وطريقا بحريا تجاريا يربط شبه الجزيرة العربية بالهند والشرق الاقصى وبلاد الشام وشواطئي قريقيا ومما يؤكد تراثهما الحضارية الخاصة بهما استعمال اختام ذات طابع متميز عن الاختام السائدة انذاك وفي عام 1710 رحل الو الصباح مع ابناء عمومتهم وغيرهم من الاسر ذات الشأن والتي تعود بالاصل الى قبيلة عنيزة في نجد بسبب القحط والجفاك الذي اصاب موطنها الام انا ذاك وقبل ان يصلوا الى شواطئ الخليج حيث الماء والاستقرار سقط الكثيرون منهم في الطريق نظرا للصعوبات الجمة التي واجهتهم اثناء ترحالهم وفي عام 1756 اجمع الكويتيون على اختيار الشيخ صباح الاول ليكون اول حاكم من ال الصباح ولقد اتخذ الشيخ من الشريعة الاسلامية اساسا للحكم باعتبار ان الكويت بلد اسلامي انه حقا لامر غريب ان يتعلم سكان الصحراء هؤلاء حياة البحر بهذه السرعة الفائقة بما في ذلك بناء اضخم المراكب انذاك والاتجار بها لقد بنى اهل الكويت سفنا افضل من تلك التي كانت تبنى في منطقة الخليج عموما وكانت هذه السفن تشاهد وهي تجوب شواطع الهند وفي كل منطقة من شواطع الشرق وكانوا يقومون بجلب الاخشاب اللازمة لصنع المراكب والسفن من بلاد الهند وكان بناءهم لا يستخدمون من الادوات سوى البلطة والمقداح في صناعاتهم سواء كانت السفينة بحجم كبير ام صغير الى جانب اعمال بناء السفن والبحث عن اللؤلؤ والتجارة فان رجال الكويت قاموا بتربية الخيول العربية القوية السريعة القادرة على تحمل ظروف صحراء القاسية وحرارتها وكانت هذه الخيول تباع في جميع انحاء الوطن العربي وهي تعتبر بحق اصل الخيول العربية الشهيرة في كل بقاع العالم في ربع القرن الماضي خطط الصناعة في الكويت خطوات واسعة وملحوظة لتساير التقدم الحضاري العالمي ولقد انشأت الكويت اسطولا من السفن البحرية المجهزة ببرادات كبيرة تعبر الخليج للبحث عن الربيان لايام قد تطول وقت قصر فعندما يكون البحر هائجا فالصيد قليل بينما يقوم البحارة بالعمل على مدار الساعة عندما يكون البحر هادئا وبعد ان يستكمل البحارة تعبئة الثلاجات يعودون الى الميناء حيث يفرز الربيان باحجامه المختلفة ويعبأ بطرق اوتوماتيكية دون ان تمسه يد الانسان ويتم ذلك في مصنع التعبئة الذي يعتبر من ارقى مصانع التعليب في العالم كما ان الربيان المنتجة في الكويت يعتبر من افضل انواع الربيان في العالم حيث يمتاز بكبر حجمه وطعمه الامر الذي جعل الطلب شديدا على تصديره للاسواق الخارجية بدأ النفط في التجمع في بعض انحاء العالم منذ عصر الديناصورات التي ترسبت بعد موتها في قاع البحار والمحيطات ولأسباب جيولوجية تراكمت فوق النباتات والحيوانات المترسبة رمال واملاح كلثية كونت طبقات صخرية ولعوامل طبيعية تحركت طبقات الصفور هذه ونشأ عن ذلك برك كبيرة تحت باطن الارض تحولت مع مرور الاف السنين الى نفط وغالبا ما يتدفق النفط بسبب عوامل طبيعية من حقول الزيت الى مراكز التجميع ومن ثم يحول الى معامل التكريف ويشاهد هنا الجيولوجيون الذين يأخذون عينات لاجراء الاختبارات على النفط الخام ومن حسن طالع الكويت انها غنية بكميات النفط الكبيرة المخزونة تحت سطح الارض اذ تحتل المركز الثالث بين الدول المنتجة للبترول في منطقة الشرق الاوسط والمركز السادس بين دول العالم موسيقى بدأ بناء الكويت الحديثة عام 1960 بعد ان قررت الحكومة هدم السور الذي كان يضم داخله الكويت القديمة فبعد هدم السور امتدت الكويت في اتساعها وعمرانها ويظهر ذلك في مساكنها الحديثة وطرقها الواسعة وساحاتها الكبيرة وحدائقها العامة وفنادقها الرحبة واسواقها الحديثة وبنوكها ومبنيها الحكومية الضخمة مما احلها في مصاف العواصم العالمية الكبرى ولا شك في ان التصميم الدقيق والبناء الحديث وخطة الكويت العمرانية القائمة ستجعل من هذا البلد الفتي جوهرة الشرق الاوسط موسيقى تعتبر الكويت مركزا تجاريا عالميا مجحزا باحدث وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وقد انشأت الكويت محطة جبارة للاتصال بجميع انحاء العالم عن طريق محطة الكويت الارضية للاتصالات عبر الاقمار الصناعية مما يسهل الاتصال الفوري مع جميع انحاء العالم وانجاز المهام المختلفة في اقصر وقت ممكن موسيقى ومما هو جدير بالذكر ان البواخر في عرض البحر تكتب خارج موانئ الكويت منتظرة الاذن لها بالرسو قريبا من الشاطئ ليسهل تفريغها ومما يلاحظ ان بواخر شحن الحيوانات والخضار والطعام تعطى الاولوية في التفريغ موسيقى ويعتبر ميناء الشويخ ميناء رئيسيا لاستقبال الواردات ولسيما وانه مجهز بمخازن وعنابر واسعة جدا ولذلك فاننا نرى ان كثيرا من البواخر من جميع الدول البحرية تأم الكويت وهناك شركات دولية تساهم في هذا البرنامج الصناعي المدروس بكل عناية ودقة وعندما تكتب ارصفة الميناء بشكل لا يسمح لرسو سفن اخرى تقف السفن في عرض البحر تفرغ حمولتها في زوارق صغيرة موسيقى واذا كانت البضائع المراد نقلها الى موانئ دول تقع على الخليج بكميات قليلة فان السفن الصغيرة اي الدوب تقوم بهذا العمل مؤدية بذلك خدمات جليلة تساهم في بناء ثروة البلد موسيقى وبالرغم من تقدم النشاط التجاري والصناعي في الكويت تقدما كبيرا وبمستوى عالمي فان روح التدين تسيطر على كل النواحي الاخرى عند الكويتيين المتمسكين بالدين والقيم الاسلامية والمحافظين على العبادة والصلاة ولذلك فاننا نرى كثيرا من المساجد الجميلة مع مآذنها الشامخة مكونة مناظر جذابة في جميع انحاء البلاد موسيقى 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 ان الاطفال في الكويت تتوفر لهم الاساليب الترفيهية والعيش الهنيء اذا ما قرن هذا بالايام السابقة ولا يمكن وصف ابتهاج هؤلاء الاطفال بكلمات مجردة بل يمكن مشاهدتها على وجوههم موسيقى 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 وللحياة الاجتماعية القائمة على اعتبار ان الكويتيين اسرة واحدة فالتعليم في الكويت مجاني في جميع مراحله ابتداء بمرحلة رياض الاطفال وحتى الدراسة الجامعية ويعتبر البرنامج التعليمي الكويتي من افضل البرامج في العالم ويتضح ذلك في النمو السريع في عدد التلاميذ والمدرسين والاساتذة والمهندسين والاطباء خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية موسيقى لقد اعدت حكومة الكويت الراشيدة برنامجا ضخما للتعمير والبناء للسنوات القليلة القادمة منها مشاريع بناء المستشفيات والمستوصفات المتطورة لتوفير جميع التسهيلات الممكنة في حقل الطب والتي يتحقق معها تأمين ستة اسرة لكل الف من المواطنين الذين بلغت اعدادهم ما يقارب المليون نسا اعدت الكويت برنامجا واسعا للبناء ينتهي امده عام الف وتسعمائة وثمانين حيث يتمكن كل مواطن كويتي من تملك بيت يأوي ويشمل هذا البرنامج كذلك غرس انواع مختلفة من الاشجار على جانبي الطرق لتوفير ظلال وارفة للمشاك ولإكساب المدينة مناظر جذابة انها حقا لمتعة ان تجمع الكويت في منشآتها بين الفن والهندسة العربية القديمة والفن الهندسي الحديث فمعظم المنشآت السكنية الحديثة تحمل طابعا خاصا وقد بنيت لتستوعب العدد الكبير من الوافدين الذين وجدوا في الكويت فرصا للعمل والعيش الكريم اشتركوا في القناة انه لمن المذهل حقا ان ترى صباح كل يوم ما يقارب ثلثة مليون سيارة تجوب شوارع المدينة هذا عد الباصات الكبيرة التي خصصتها الدولة لنقل الطلبة الى متارسها تقوم وزارة الكهرباء والماء بجهودا جبارة لتزويد جميع انحاء الكويت بالمياه الكافية ونشاهد هنا ابراج المياه المرتفعة في انحاء متفرقة من الكويت تغذيها اكبر محطة تقطير مياه في العالم ان كرة القدم هي اللعبة الرياضية المفضلة في الكويت فلكل مباراة مشجعون ومحمسون باعداد غفيرة على نحو ما هو عليه الحال في انجلترا والمانيا وبقية البلدان الاوروبية واللاعب الكبير ينال دائما اعجاب وتقدير الجميع موسيقى موسيقى ان منطقة الشويخ هي من اكبر المناطق الصناعية في الكويت لاحتوائها على الكثير من الصناعات الوطنية التي يجري تصدير منتجاتها الى بعض الدول العربية لقد عدت وزارة الكهرباء والماء برنامجا ضخما لزيادة توليد الطاقة في محطاتها الى 2550 ميجا واط وذلك لتغذية المصانع بالطاقة اللازمة لها ولمواجهة الاتساع المنتظر في عرض هذه المصانع مستقبل وفي كل عام وفي الخامس والعشرين من شهر فبراير تقوم الكويت باحتفالات كبيرة ابتهاجا بعيد الكويت الوطني تشترك فيه كافة المدارس والنوادي والشركات الاهلية وجميع المواطنين من كويتيين ومقيمين وتضاء بهذه المناسبة المباني العامة والخاصة بانوار جذابة كما تجرى عروض تشترك فيها قطاعات مختلفة وتحلق الطائرات خلالها بسماء الكويت ويسهم فيها الشعب بجميع فئاته حيث يخترق المشتركون بهذه العروض شوارع الكويت الرئيسية حاملين علم الكويت واعلام المؤسسات الخاصة وسط جو مليئ بالبهجة ومظاهر الزينة والفرق وتقام بهذه المناسبة رقصات شعبية ومهرجانات خاصة تتناسب مع جلال هذه المناسبة وتوفر الخطوط الجوية الكويتية رحلات مستمرة يومية من الكويت الى بلدان العالم الخارجي وبالعكس وذلك بشكل واسع ومنظم مما جعل الكويت ميناء جويا هاما في منطقة الخليج العربي لرجال الاعمال وفي مجال الزراعة اهتمت الكويت بانشاء محطة التجارب الزراعية التي اعتمدت وطبقت اسلوب الزراعة بدون تربة من ضمن برامجها ولقد اثمرت الجهود المبذولة عن انتاج انواع من الطماطم لاقت نجاحا باهرا في الكويت كما ان زراعة الفراولة كان لها هي الاخرى نصيب وافر من النجاح كذلك ان كافة الدلائل تشير الى ان الكويت ستخطو خطوات واسعة وجبارة في ميدان زراعة الخضروات بكافة انواعها للعناية الفائقة التي تبذلها الدولة في هذا الميدان وفي ميدان الثروة الحيوانية تقوم الكويت باستيراد الابقار من المانيا الغربية وبلاد اخرى لتربيتها في مزارع نموذجية ان التجارب التي اجريت على الاغنام في الكويت اسفرت عن ايجاد نشء جديد من الاغنام يمكنه مقاومة الامراض ومربو الاغنام في العالم يراقبون عن كثب نتائج هذه التجارب ومما يلفط النظر ان محطة التجارب الزراعية تقوم بزراعة كميات كبيرة من النخيل مما يبشر وعلى مر السنين ان تعود الكويت خضراء بهذه الاشجار كما كانت عليه قبل الف سنة وقد يدور في خلد الانسان عما يفعله في اوقات فراغه بالكويت والجواب الصحيح على ذلك هو الذهاب الى نادي الصيد والفروسية وخاصة خلال شهر الصيف حيث يمتع المرء ناظريه برؤية الخيول العربية الاصيلة والجميلة وهي تسابق الريح وتعتبر احتفالات الكويت بعيدها الوطني من ابرز الاحداث في الكويت على مدار السنة ويتطلب صنع المركبات والحافلات التي تشترك في عرض احتفالات العيد الوطني الكثير الكثير من الدقة والجهد ولا شك ان فتيات الكويت باستعراضهن على ظهور هذه المركبات يعطينا لهذه المركبات مناظر خلابة وجميلة يتمتع بها الناظرون ان يوم العيد الوطني في الكويت يوم محبب للجميع شيبا وشبابا وفتيانا اذ ترى الالوف منهم مصطفين على جانبي الطرط منتظرين ومتلحفين مشاهدة العرض الكبير بفارغ الصبر والثبات لا تثنيهم عن عزمهم هذا سوء الاحوال الجوية سواء الرطوبة منها او العواصف الرملية كذلك فان الاستعدادات الوقت لهذا اليوم ليست لوقف على اليابسة فقط ولكنك تشاهد السفن الحربية وقارب صيد الاسماك تزدان هي الاخرى بحلل العيد واعلام الكويت في عرض البحر وتقدم العروض بطريقتها الخاصة قبيل السير في احتفالات هذا العرض يتناول المشتركون فيه وجبة دسمة عاجلة كما ان الوقت يتسع لرجال الصحافة لتبادل الاراء والتقاط الاخبار المصورة واخيرا فان مراكب العرض البحري تستمر في الذهاب والاياب من ميناء الكويت حتى السالمية مشكلة بذلك مناظر جميلة تدخل السرور والابتهاج الى قلوب الناظرين في هذا اليوم المجيد ان اطلاق البالونات في الهواء عاليا يعني اشارة لبدء عرض القوات المسلحة وهو عرض يدهل المتفرجين للدقة المتناهية في الاداء والنظام فالجنود هنا يبدلون ما في وسعهم لخدمة هذا البلد موسيقى 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 ولا شك ان شعب الكويت يعمه الفرح والسرور والتقدير لدولة الكويت وعلى رأسها سموه امير البلاد وولي عهده الامين والشيوخ والوزراء الذين قادوا شعبهم الى هذا المستوى من الرفعة والعلوم خلال فترة وجيزة من عمر الزمن موسيقى وهذا التقدم السريع في هذه الفترة القصيرة لا يماثله تقدم في العالم اجمع موسيقى وتقوم وزارة الكهرباء والماء في الكويت بجهود جبارة لتوفير الطاقة الكهربائية لتكفي الاستهلاك الحالي والاستهلاك المتوقع خلال السنوات القادمة وفي سبيل ذلك فان الوزارة المذكورة تخطط لمواجهة الاستهلاك المنتظر خلال السنوات القليلة القادمة وعند اذن سيتمكن المواطنون من اضاءة منازلهم من الخارج في المناسبات الخاصة واعياد الاستقلال وبذلك فان الكويت ستبدو وكأنها عروس القليل ان انشاءات الكويت وابنيتها من افخم وارقى ابنية الشرق الاوسط وابراج الكويت التي يبلغ ارتفاع احدها مئة وثمانين مترا تطل على المدينة ومن الجدير بالذكر ان مشاريع الكويت لا تنفذ الا بعد تخطيط دقيق وتنظيم متكامل ومن لا يشاهد الكويت عن كتب لا يستطيع ان يصدق ما وصلت اليه هذه البلاد من تقدم اذ يصعب ان تعمل حياة المدنية الحديثة في بيئة صحراوية خلال فترة وجيزة من عمر الزمن موسيقى لقد انتقلت الكويت من حياة الماضي الى الحياة الحاضرة بسرعة فائقة فمن بيوت اللبن والقين الى البنايات الشاهقة ومن الطرق الوعرة غير المعبدة الى الطرق السريعة المعبدة والمنظمة غاية التنظيم ومن توزيع المياه بالقرب على المنازل الى اكبر نظام تحلية للمياه في العالم وذلك كله خلال فترة قصيرة من عمر التاريخ ان تقدم الكويت يسير الى الامام ويسير بثبات دون توقف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر